قانون بل طعمه أن يضحش الرئيس بر بقانون انتخابي جديد باعتماد لبنان بوسط انتخابية واحدة للإتيان بمجلس النيابي خارج القيد الطائفي فذلك غير مستغرب فالقوة الطائفية العددية تطمح لتعزيز نفوذها تحت مساميات وطنية خادعة لكن أن يؤيده الحزب التقدمي الاشتراكي فذلك يدعو إلى الاستغراب خاصة أن كل القوانين السابقة أخذت في الاعتبار عدم تذويب الدروس في دائرة ذات أكثرية مسيحية فكيف سيقبلون بالتذويب في دائرة ذات أكثرية شيعية؟ ففي العامين 1992 و1996 استقلت أقضية الشوف وعلاي وبعبدة بدوائرها وفي قانون 2000 دمج قضاء بعبدة وعلاي فظل الشوف مستقلا وأعاد اتفاق الدوحة قانون الستين معدلا محافظا على الخصوصية الدرزية وفي الـ 2018 اعترض الحزب التقدمي على النسبية التي أضعفت قدرته ولتبرير موقفهم يعود نواب الحزب التقدمي 45 عاما إلى الوراء ويستذكرون المعلم كمال جنبلاط الذي كان صباقا في الدعوة إلى إصلاح التمثيل الشعبي لكن في العام 1975 يوم خرج جنبلاط باقتراحه الإصلاحي كان الخميني منفيا وكان السيد ناصر الله في الخمستعاش من عمره وكان الإسلاميون محدود التأثير لذلك من المهم أن يعود الرفاق في الحزب إلى طروحات المعلم كمال جنبلاط وفكره السياسي من وقت إلى آخر وهو من نادى في الخمسينات بالفدرالية فيما لم يترك وليد جنبلاط في الفدرالية حسنة واحدة وقال إن الفدرالية في لبنان كلام بلا طعمه تماما كقانون الدائرة الواحدة اليوم إنه قانون بلا طعمه ترجمة نانسي قنقر